يمكن تلخيص القيم والمحتويات الأساسية لمبادرة الحزام والطريق الصينية في سلسلة من النقاط والمواضيع الرئيسية نستعرض معكم بعضها من خلال التقرير التالي وهي تشمل الرؤى العامة لمبادرة بناء المصالح المشتركة والمصير والمسؤولية المشتركة وبناء على ذلك هناك خمسة مبادئ مركزية تكمن وراء المبادرة وهي الاتصال السياسي والتواصل بين البنى التحتية والتجارة السلسة والفعالة والتمويل السليم والتبادلات الشعبية ويعتبر الاتصال السياسي جزءا لا يتجزأ من المبادرة حيث أن كل بلد لديه سياسات ومعائير فريدة كما أن التواصل بين البنى التحتية جزء أساسي حيث تمتد الدول الأعضاء بالمبادرة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وإفريقيا وإن تطوير شبكات النقل يستطيع التقليل بشكل كبير من الوقت والتكلفة عند القيام بالأعمال التجارية بينما يمكن زيادة تيسير التجارة في حال تعزيز التعاون في مجالي الجمارك وتبادل المعلومات وتعد أليات التمويل القوية هامة للإثثمارات والمشروعات ولكنها تعتبر عبءا ضخما لأنها قد تصل تكلفتها إلى عدة تريليونات دولار أمريكي ولذلك فإن إجراء التعاون مع المؤسسات المحلية والأجنبية من خلال صندوق طريق الحرير سيمهد الطريق للتمويل الفعال وأخيرا التبادلات الشعبية فإنها تهدف إلى العودة بالفوائد على شعوب جميع الدول الأعضاء وبفضل دعم عمة الناس يمكن تسريع تحقيق هذه الرؤى والأهداف